بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تبين في الآيات السابقة الحلال والحرام واتضح أن التقول على الله إنما هو من خطوات الشيطان يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب اللي هم اليهود والنصارى الذين كانوا يخفون العقائد الحقه الموجودة في كتابهم وهكذا يكتمون أحكام الحلال والحرام وينسبون إلى الكتاب أحكام لم توجد فيه وهؤلاء كانوا يكتمون ويخفون بعض الكتاب من للتبعيض لأنهم كانوا يكتمون من الكتاب ما يتعارض مع مصالحهم وفي تفسير الإمام العسكرية عليه السلام في تأويل هذه الآيات قال الله عز وجل في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المجتمل على ذكر فضل محمد صلى الله عليه وآله على جميع النبيين وفضل علي عليه السلام على جميع الوصيين ويشترون به ثمنا قليلا يعني يستبدلون بهذا الكتاب ثمنا قليلا من رأسة الدنيا وأموالها لأنهم كانوا بكتمانهم يحافظون على رأاستهم وهذا الثمن قليل جدا بالنسبة إلى عطاء الله تبارك وتعالى في الآخرة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار هؤلاء لا يجرون إلى بطونهم إلا النار لأن ما يأكلونه ينقلب نارا تحرق بطونهم في جهنم ولا يكلمهم الله يوم القيامة يعني الله تبارك وتعالى لا يكلمهم كلاما حسنا في يوم القيامة فيهملهم يدعهم وشأنهم ليذوق الهوان جزاء ما فعلوا ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الآثام والمعاصي لأن الباطن إذا ملئ حراما يصبح قاسيا فلا يقبل الهداية فلا يهتدي حتى يتزكى الإنسان ويتطهر ولهم عذاب أليم يعني مؤلم وموجع في النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الكاتمون الذين كتموا ما أنزل الله هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا يعني باعوا الهداية واشتروا الضلالة عوض الهداية وبتعبير آخر كأن نفس الإنسان ثمن لأحد أمرين الضلالة والهداية فهؤلاء يعطون أنفسهم وفي المقابل بدل أن يشتروا الهداية يشترون الضلالة والعذاب بالمغفرة يعني اشتروا العذاب بالمغفرة باعوا الغفران واشتروا العذاب فعوض أن يشتروا المغفرة لأنفسهم اشتروا عقاب الله تبارك وتعالى فما أصبرهم على النار هذا تعجب وإنكار عليهم كيف يصبرون على النار حينما فعلوا مع عاقبته العذاب وهذا جزاء كتمانهم وعاقبة عملهم وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى النار وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام ما أجراءهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك العذاب والنار إنما توجه إليهم بسبب أن الله نزل الكتاب يعني التوراة أو مطلق الكتب بالحق فرفضوه بل منعوا وصول نوره إلى كثير من الناس بتكذيبهم لهذا الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب بكتمان بعضه وإظهار بعضه لفي شقاق بعيد هؤلاء هم في شقاق وخلاف عن الحق يعني هم في شق مقابل شق الحق بعيدا عن الواقع فهؤلاء إنما استحقوا العذاب لأنهم خالفوا الحق وكتموا ما لازم إظهاره ويحتمل أن يكون المراد من الكتاب القرآن يعني أنهم إنما يعذبون بسبب كتمانهم لحقانية القرآن واختلافهم في هذا القرآن بأنه سحر أو كهانة أو كلام بشر أو أساطير أو شعر أو ما أشبه ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين